أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا ويعني الأسبوع الماضي شفنا حديث كثيرة ما بين كأس الأردن وما بين الحديث عن عودة دورينا وأيضا أحوال كرتنا كرة كرة القدم وأيضا منتخبنا الوطني بشرفني يكون معنا اليوم كابتن أنسا لزبون والحديث يطول معك كابتن أهلا وسهلا فيك نورتنا استهلا وسهلا فيك يا الله حقيقي يا رب هذا ليس شيء غريب عنكم والله يسعدك يا ربي دايما نتنور فيك واليوم عم نحكي عن طوينا هلأ ملف كأس الأردن شو بتتحدث عنه ونحكي كمان مرة ألف مبروك لنادي الوحدات يا شدي أول شيء نحن نهني الأمور الإسلامية بعيد دراسة سنة الهجرية ويعني قد ما نهني وكذا لكن نتألم على أخواننا في أهل الغزة طبعا إن شاء الله نقول الله إن شاء الله الله يصبرهم وينصرهم إن شاء الله بإذن الله تعالى بالنسبة للكاس الأردن أول شيء نهني نهني النادي الوحدات على حصولها لبطولة الكاس وهذه منافسة دائما موجودة بين الأندي الكبار سواء الحسين أو الوحدات أو الفيصلي وصراحة أن المباراة كانت على قمة عالية ومستوى عالي يعني ظهرت فيها كرة القدم الحقيقية الكرة الأردنية الحقيقية على مستوى العربي وهذا دليل إنه كانت نهاية كاس قوي ما بين الحسين والوحدات وكان في ندية حتى كان فيه أمور طيمة ما بين الجماهير وهذا الإشي اللي كان مبسطنا إنه جمهور الوحدات جمهور الحسين كانت مبسطين مع بعض كان فيه تاول والحمد لله رب العالمين كانت مباراة قوية على مستوى عالي وهنا نتمنى إنه نكون كل المباراة الكاس أو الدوري على سوية عالية إن شاء الله إن شاء الله كيف شفت الموسم اللي مرأة؟ نهلع أبواب موسم جديد خلاص ما فيش دقة الساعة يعني تمانية تمانية حيكون الدولة بنيات الدوري والله يشوف هو بشكل عام الوضع يعني ناشيك ووضع صعب بشكل عام في الكرة الأردنية هو لأنه مش على المستوى التخبص على مستوى الأندي لأنه إحنا الموسم الماضي لاحظنا إنه الدوري تركز على أربع فرق أو ثلاثة تقريبا اللي هي الفيصلي والحسين والوحدات وحصل الدوري الحسين الأول مرة أول شيء ومنبارك لعامر أبو بيد لكن بنفس اللحظة أحنا نقول لعامر الله يصبرك على الموضوع اللي سرنده إصابة حادث لابنه إن شاء الله ألف لابأس علينا أتمنى إن شاء الله الشفاء وبشكل عام نحن نقول لحظنا إنه الدوري الموسم الماضي كان ينحص على ثلاثة فرق أو أربع فرق السبب الوحيد والأكيد هو الوضع المعدي وبالإياب على فريقين فقط صحيح والإياب على فريقين الفريقين لكن هذا الوضع صراحة نحن الآن منتخب على مستوى آسيا على مستوى العالم صار إلى وضع لذلك لازم يكون الموسم الحالي إنه يكون في منافسة قوية ما بين الأندية الأندية الأردنية ونطلب إحنا كمان إحنا كرياضيين إنه الدعم المادي للأندية سواء من الرجال العمال أو الدعم للحكومة لأنه هذا يعطينا أو يحفز صورة كرة القدم الأردنية والآن وحكينا إنه المنتخب وصل لمستوى عالي لازم كمان دورينا يصل لمستوى عالي هنطلب إنه يكون دعم من الرجال العمال أو من الشركات الخاصة أو الحكومية أو من الحكومة للرياضين حتى نشوف إنه في منافسة من كل الأندية ما ينحصر على ثلاثة أندية أو أربعة أندية لأنه صراحة هذا شيء مؤلم هننشوف بعض الأندية يعني وإلى اسمها ممنوع من القيد نحن نتمنى إنه يكون الوضع أحسن حتى نشوف دوري على سوية عالية وإن شاء الله إنه يعني رجال أردن كثير موجودين نشامة داماً يعني بعمل أمور وإن شاء الله إنهم يدعموا للرياضيين وخاصة دوري المحترفين الأندية الأردنية الكاملة الآن تم فتح باب القيد صحيح؟ مش كل الأندية فتح باب القيد لكل الأندية هسا الآن في بعض الأندية يعني ممنوعة من القيد لأنه بأسباب مالية ومادية وممنوعة من القيد نتمنى إنه من الاتحاد الأردني أنه يعني أن الأندية يعطوهم فرصة أنه يفتحوا لهم مجال حتى نشوف دوري قوي نشوف دوري على مستوى عالي زي دوري روشن في السعودية زي الدوري القطري زي الدوري الإماراتي الآن دورينا حكينا أنه لأنه لكل الأندية في تطور وعنده خامات منتازة صراحة على سوية عالية نطلب من الاتحاد الأردن أنه القيد اللاعبين يفتحوا للأندية وأجلوا المواضيع المالية للسنوات القادمة إن شاء الله حتى نشوف دوري على سوية عالي ما معروف الآن نحكي زي ما حكينا أنه المنتخب وصل العالمية وصل على مستوى آسة من أفضل المنتخبات حتى في منتخبات الآن طالب أن نكون العمار من المتخب الأردني نفس الشي نطالب أن تكون الأندية دعم مادي للأندية حتى نشوف دوري قوي على مستوى عالي جدا إن شاء الله عم نتحدث أعديد عن تجهيزات لموسم قادم وسريعة جدا ومشاكل مالية كابتن وبنفس الوقت عم نتحدث عن خبر ممكن أن يكون فيه تهبيط لأربع أندية خلال موسم القادم والله يشوفه بشكل عام أنا يعني ما نقول عارض أو كذا صراحة دوري لازم مش يصير عشر عنديه لازم أن يصير أكثر من 12 نادي حتى سكون فيه منافسة قوية على مستوى عالي لكن أنا فيه ما نقول عتب أو إشي جندة الاتحاد صراحة لازم تكون ورحة يعني سواء كان إنه في الدوري أو في الكاس أو في الدراء أو للمتخب لأنه صراحة العام إحنا في الموسم الماضي لحظنا بعض الأندية عانت من هذه الأمور يعني عندي الوحدات نادي الفيصل في أبطال آسيا عالم هذا الموضوع توقف المنتخب يعني إذا لاحظنا الفيصل لما خسر مع نادي السد بخسارة كانت صعبة يعني خمس أسابيع الفيصل لها مباراة وحدة ودية لازم يكون فيه رسم أثرت عليه بمشاركة الأسيا أثرت مش ألي سوية لذلك نحن نطلب أن تكون الأنجندة واضحة حتى النادي أو المنتخبات تعرف إيش هو يتشتغل حتى تكون الأمور واضحة لكل أندي لأن الآن في أننا نادي الحسين والوحدات راح يشاركوا ببطولة آسيا والآن هذا الوضع مش سهل لذلك لازم تكون فيه أجندة واضحة مش أنه مثلا يعني نوسم الماضي تقريبا 14 شهر يعني موضع صعب ووضع مادي صعب كمان يعني نحن نطالب الاتحاد تكون الأجندة على سوية عالية يعني تكون مثلا واضحة للأندي حتى نشوف دوري قوي دوري أردني معروف بلعيبته والآن المواهب الموجودة من الشباب واللومبي واللعبين الآن اللي يظهروا من الفئات العمرية بدنا نشوف إشي ليقبل كون الأردنية كما هي في سمعتها على مستوى الوطن العربي قبل ما نحكي عن أخبارك كابتن الخاصة نروح للمنتخب منتخبنا الوطني وقبل أسبوعين تقريبا كان حفل الإعلان عن جمال سلامي المدرب المغربي خليفة للعموتة لحسين عموتة شو بتتحدث عنه؟ يعني بالمؤتمر الصحفي أنا كنت سألت سؤال جوز فينا سألوا لي السؤال حكى شو قدم لك نصيحة؟ سأبين لنا بما معناه أنه هو اللي بقدم النصيحة كان للعموتة شو بتحكي عن هذا الموضوع؟ والله يشوف حولنا أول شيء نشكر الكابتن المدير الفني سان عموتة على الأشيء لقدمه الكرة الأردنية وهو وكادره الفني ونحن نقول لأخونا الكابتن جمال سلامي أهلا وسهلا فيك في الأردن إن شاء الله أنه نظهر على مستوى عالي في آسيا في التصفيات كاس العالم وتصفيات أموم آسيا شهر في الأيام في السنوات القادمة صراحة هو تحدي صعب يعني مستهل الآن نحن صار فيه ثم من فرق الوصول كاس العالم نحن كمان نطلب أنه يكون في دعم للمتخب الوطني من جميع الجهات وأنا نقول الإشي الكويس اللي أنا بلاحظة من الكابتن جمال سلامي إنه الآن في مباراة ودية راح يلعب بلاعبين محليين وهذا إشي جيد يمكن راح نشوف كفاءات جديدة على السوية عالي وإحنا موجود عندنا كفاءات صراحة على مستوى عالي في الآن دي الأردنية يمكن يشارك بعض المحترفين لكن اللي وصلنا على المعلومات المعروفة ووصلتنا إنه الكابتن جمال راح يلعب بلاعبين محليين اللي شارك بالدول الأردنية في بطولة في المباراة الودية وصراحة هو سيفي تاع جمال سلامي حافل صراحة وعلى طول عفقة يعني راح يحضر مباراة للحسين والوحدات لا لا أكيد أكيد لازم يعني أكيد راح يكون متواجه حتى يشوف اللاعبين ويطلع مستوهم وأكيد إنه الكابتن حسين عم موته أعطاه بعض النصائح عن بعض اللاعبين أو عن دوردني في شكل عام وقال لك ما أعطاني النصائح هو ما أعطاه هكذا حكا أنا سألته شو النصيحة قال ما أعطاني النصيحة بس هو كان يتابعنا حتى من غرف الغيار كان يتابع ورشح أسماء من الدوري المحلي فيعني متابع جيد يا سيد أحنا نتمنى لأول شيء التوفيق إن شاء الله بس أحنا نتمنى كمان أن يكون من ضمن الكادر الفني كابتن جمال سلامي يكون أحد اللاعبين الأردنيين أو المدربين الأردنيين أسف المدربين الأردنيين لأنه راح يساعدوه كثير لأنه هم أعرف المدربين الأردنيين أعرف بالمستويات وبالتعامل مع العقلية اللاعبية اللاعب الأردنيين معروفة كيف التعامل والنفسي والمعنوي بوجود لاعبين أو آسف مدربين على سوية عالية يعني ما شفنا عبدالله بزمع مع المنتخب الأردني في بودكاس آسيا أنا أتوقع إنه كان لدور كبير نفسي ومعنوي مع اللاعبين أكيد كان يتحدث معهم يتكلم معهم هذا ليش غريب عن المدرب الأردنيين أنا أتمنى أن يكون من ضمن الكادر هو لا أعلن عن الكادر ما في ما في أردني لكن أنا والله أتمنى من الاتحاد الأردني أن يكون موجود مدرب من الكادر الفني أتمنى أتمنى هذا الكلام صراحة أتمنى توفيق لمنتخبنا بشهر تسعة وبشهر عشر وعننا يعني علمات فارقة إن شاء الله ويا رب إنجاز تاريخي إن شاء الله ما فيها لا ضعيف ولا قوي احترام الخصم أهم احترام الخصم الآن كوريا الجل ما حكنا من قبل إنه منتخب متطور صحح نفزنا عليه لكن منتخب متطور الآن أغلبي تلاعيبهم في الدوريات الأوروبية المقترب منتخب العراقي عم يتطور أكثر وأكثر عمان كمان ليش سهل منتخب فلسطيني تطور ولاحظنا الوصول أول مرة للدور الثاني المتخب الكويتي الآن في تحدي من منتخبات الخليجية كبتم تطلع بسرعة تطلع بسرعة يعني لو غابت غابت صلعتها سريعة رجعتها سريعة هل أنا هاي شوف فيها إذا لاحظنا هاي يعني بطولة أو وصول النهايات كاس العالم ليس من سهل إنه إحنا نشوف منتخبات الجميع مر بكل التفاصيل الصعبة والسهلة اللي إحنا مرين فيها راح نشوف مبارات مش سهلة نشوف المجموعة غلبيتهم يمكن يكون الجنوب بس وغلبيتهم من الدول العربي لكن ما راح تكون سهلة أنا بحكي إنه لازم يكون ناخذ كل الاحتياطات لأنه من الضروري تركيز على الأمور الفنية لأنه كل المنتخبات الآن اللي ملاحظة في تطور وتصاعد في مستوى الكرة صحيح صحيح كابتن آخر شي بنا نحكي عنك أه وينك؟ يا ستي أنا الحمد آخر أخبارك أخبار الأخير هالسانة عم بأخذ دورة البرو أنا من خلال شاشتكم العظيمة من وجهة احترامنا لكل المدربين المحاضرين في دورة البرو الآن هم عم بقسروا معنا وبطورونا من ناحية التكتيك والأمور الفنية الآن أنا كمان فاتحة أكاديمية في ملاعب جامعة يرموك في إيربيد أكاديمية إيربيد أفسي أنا وزميلي الكابتن عبدالله صلاح اللي يجاء قبل أسبوعين من السعودي نقول له الحمد لله على السلامة الآن عمل إنجاز في السعودي صراحة صعود الفيات العمرية للدرج المحترفين وإن شاء الله أنه في أخبار أنه في بعض العروض عم ندرس الآن في خارجي في داخلي عم نشوف العروض الأفضل وإن شاء الله أنه الله يوجده للأشي ابن إيربيد مع الحسين إيربيد والله إذا يعني أتمنى يكون نادي الأم يعني بس الآن ما في الحد الآن كلام بس في كلام من بعض الناس أنه أنا سجبه في الحسين وكذا لكن الخبر أكيد ما مو موجود شكل رسمي ما في شيء ما في رسمي لكن احنا موجودين احنا في خدمة نادينا نادي الحسين اللي أحرز بطولة الدوري وإحنا كمان نتمنى لكل الأندية الأردنية أنه نشوفها على سوية عالية سواء في البطولات الأسوية سواء في التعاد الأسوية لأنه هذا الشيء بفرحنا ونشوف منتخبنا على سوية عالية إن شاء الله وأنا مدرب الآن جاهز لأي شيء باتمنى التوفيق لكل مدربين الأردنيين لأنه صراحة المدرب الأردني مهضم حقه طبعا عقليته مختلفة صحيح وإحنا نتمنى منكوا كأعلام أنه نعطيهم حقهم لأن صراحة في مدربين على سوية عالية وأفضل المدربين اللي أن بيجوا من الخارج صراحة صحيح صحيح مية بالمية وإحنا دايما ثقتنا عالية بمدربنا الوطني أكيد ثقتنا عالية وفخرين ونساند وبنشدد على مدربنا الوطني وينما كان يعني أكبر دليل اليوم أنديتنا الكبيرة وخليني أحكي عن الأقطاب يعني اللي متعودين عليها بالإضافة طبعا لأنديتنا الكبيرة جدا بالشمال لكن الوحدات أعطي ثقة مرة تانية لرأفة علي كابتن رأفة علي ونعدي الفيصل الثقة كانت موجودة والإصرار على كابتن أحمد هايل فهذا خير مثال على أنديتنا الكبيرة احنا بنشوف أنها تعاقدت مع أبنائنا ديها اللي فهمتها أكثر صراحة نشوف هو أنه مدربين على سوية عالية يعني الكابتن رافت علي ظهر مع الوحدات وأخذ الكاس الكابتن أحمد هايل ظهر أداء جميل بالإيابة يعني رائع جدا الكابتن عمار زريقي كمان ظهر عمل نقلة نوعية في الصلط يعني مدربين على سوية عالية حمد محارم سوء حتى لو سحابها لكن في بعض المقارات طبعا 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 وسيم البزور مع الرمثة عثمان الحسنات مع الجزيرة الآن وليد الفطاف طيب بدناش ننسى مدربين يعني صراحة نمدربين على سوية عالية احنا بنقول أنه احنا بنطالب أنه جمال محمود مع الحسين صراحة نحنا بنطالب لأنديتنا اتجاه المدرب الأردني لأننا صراحة عندهم أفكار وتكتيك على سوية عالية ولسه غريب عنهم أنا أعرفهم وعشرتهم في بعض الدورات صراحة في مدربين على سوية عالية وأنا أتمنى لهم التوفيق بالكلور الأردنية سواء داخلي أو خارجي في الدول العربية لكل مدربين الأردنيين كل التوفيق لحضرتك كابتن وإن شاء الله الأيام القادمة بتحمل معاها أخبار إن شاء الله بس بدي أعرف أول واحدة عشان نعلن خبر على الهوى إذا فيه أي أخبار جديدة بدك تأكدها والله فيه أخبار جديدة لكن بعد مش مؤكدة إذا مش مؤكدة للأسبوع الجاي بس بنا أخذك تليفون وبتحكي لنا إياها إن شاء الله 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 يسعدها البكة بتنهنس دائما بتشرفنا وبتنورنا ووجه الخير على منتخبنا كمان بالتحليلات اللي كانت سيد الحمد لله رب العالمين إحنا زي ما حكينا دائما بخدمة منتخبنا الوطني وإحنا نوجه تحية لكل اللاعبين وكل المدربين الأردنيين وإن شاء الله نشوف كل الأردنية على مستوى عالي و هذا لسبب غريب عن كل الأردنية أمين يا رب كل شكرا شكرا